الحكومة البرتغالية تعلن عن مجموعة جديدة من إجراءات التقشف على الأجل المتوسط من أجل استمرار برنامج إنقاذها بعدما خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لاقتصاد البلاد رئيس الوزراء بيدرو باسوسكويلو كشف عن إجراءات لخفض النفقات بقيمة 4.8 مليار يورو في الفترة بين عامي 2014 و2016 برنامج المساعدة المالية وحده يتطلب فعلاً توافقاً كبيراً في الأراء السياسية والاجتماعية وقيمة الإجماع أكثر أهمية عندما تكون الأمور على المحك حول مشاركتنا في اليورو واحترام التزامتنا حسب الإصلاحات الجديدة سيتم رفع سن تقاعد إلى 66 عاماً وسيتم تطبيق ساعة عمل أطول مع زيادة اشتراكة ضمان الاجتماعي لعمل القطاع العام من ناحيتنا نحن لا نقبل هذا الهجوم الوحشي ضد موظفي القطاع العام وضد المتقاعدين وضد العمل البرتغاليين لن نقبل أيضاً أن تكون هذه التدابير موضع تساؤل في خدمة الأساسيات العامة كمجالة الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي أكد رئيس الكونفيدراليا العامة للعمل البرتغاليين وتحاول حكومة البرتغالية مواجهة الاحتجاجات المتصاعدة والمناهضة لإجراءات التقشف من خلال إعداد إجراءات لتعزيز عملية التوظيف كتقديم إعفاءة ضربية وتقديم قرض مخفضة الفائدة لصالح الشركات ترجمة نانسي قنقر